موسيقى الصين ستقوم بأول خطوة بخصوص إنجاز خط مشروع تاجي في بين مراكوش وآقادير حسب المصادر فسيكون على الشركة الصينية فيما يتعلق بالمشروع المغربي أن تجري دراسات التصاميم الأولية المتعلقة بالبنية التحتية والهندسة المدنية ومعدات وتشغيل وأنظمة تشغيل استكاك الحديدية اللازمة لربط السككي بين مراكوش وآقادير وأضاف المصدر ذاته أن الشركة الصينية ستنفذ هذه الدراسات مقابل 44 مليون درهم بالإضافة إلى 3.8 مليون يورو العملة الأجنبية وكشف محمد عبدالجليل وزير النقل واللوجيستيك أن المخطط الطموح للمكتب الوطني للسكك الحديدية الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية السككية في المغرب لتضمن إحدى 1300 من الخطوط الجديدة للسرعة الفائقة لربط أغادير عبر بوراكوش وربط وجدة عبر مكناس وفاس وتزا